وجه وزير الدفاع المستقل اللوام حمود الصبيحي المسلحين القبليين بمنطقة كريش محافظة لاحج برفع نقاط المستحدثة على الخط الرئيس الرابط بين محافظتي تعز وعدا وأكد المتحدث الشخصي باسم وزير الدفاع المستقل في تصريح لقناة السعيدة أكد توجيهات الصبيحي بهذا الشأن وبخصوص ما يتعلق بحصار منزل الوزير أوضح المتحدث الشخصي أنه لا وجود لحصور حصار مطبق حول المنزل كما تزعم بعض المواقع الإعلامية المتحدث باسم الصبيحي قال إن مسلح أنصار الله يتواجدون على المداخل المؤدية إلى المنزل لكن ليس في البوابة كما يروج له البعض مشيرا إلى أن وصول وفود قبلية إلى منزل الوزير هي للتضامن حسب تعبيره اشتركوا في القناة